قامت أخوية القبر المقدس بمعايدة الكنائس الغربية في مدينة القدس بمناسبة عيد الميلاد المجيد حسب التقويم الغربي حيث قام وفد الأخوية الذي ترأسه غبطة بطريارك المدينة المقدسة كيريوس كيريوس ثي أوفلوس الثالث بزيارة البطرياركية اللاتينية وقدمت تحنئة بعيد الميلاد لغبطة البطريارك بيرباتيس سابات سابالة بطريارك القدس للاتين تلى ذلك زيارات لأخوية الفرانسيسكان وللقاصد الرسولي ممثل الباتيكان في القدس ثم زيارة لرئيس أساقفة الكنيسة الإنجليكانية المطران حسام نعوم الذي بدوره قدم هدية تذكارية للبطريارك في أوفلس الثالث بمناسبة الأعياد المجيدة